بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم أستاذ وريد المعنى من gfxacademy.net ونبدأ فيه تطبيق الاكسترا ليفل وعايزك تركز معي كويس قوي قوي في المستوى ده هبدأ أشرح بقى هفتح يعني شوية بحيث أن أنا أتعدى البيزيكس شوية أنا أحاول أحط البيزيكس معي وبعدين هتعدى البيزيكس شوية والديكسي وهنستي بقى الشغل القريب من الاحتراف شوية كمبتدئ هتلاقي في الاكسرسايز فايلز الصور دي في سيمبل سلايد شو سيمبل سلايد شو هتلاقي في الاكسترا ليفل هنا هتلاقي في السيمبل سلايد شو هتلاقي فيه الصور وكلها بمأس واحد أنا مذبطها يعني على الفوتشوب وعايزين نعمل حاجة زي ايميج سلايدر كده طيب تعالى نعمل امبورت الي الصور دي كلها الأول كنترول اي اوبن راحت في المكتبة زي ما انت شايف كلها بمأس واحد تعالى نشوف المأس بتاعها المأس بتاعها مديني خمسمية خمسة وستين في ميتين وتسعين فده اللي انا عايزه من الاستيج بتاعي بنفس المسافة في الزبط يبقى هنا ميتين وتسعين في ميت خمسمية خمسة وستين هنواسط نضيف النص في الزبط يبقى انا عندي كده انا زبطت مساحة الاستيج بتاعتي هخلي مساحة الاستيج بتاعتي او الباجرون كمان سودا وهسايف في الاكسرا ليفل حل دلوقتي انا عايز ايه انا عايز الصور دي تبدأ تتقلب قدامي وعايز كمان يكون فيه بوتون عفوا وعايز كمان يبقى فيه بوتون تحت تبدأ من خلالها ابدأ احرك او لما اجي اضغط عليها تروح لي الصور بـ فكت معايا فببلك الموضوع ده ايه ويعني متخطي البيزيكس شوية جميل او او انا عايز الصور دي كلها موجودة عندي انا ممكن اروح جاي واخد له الصور دي كده كلها لبعض شايف او جت ستة كده ورحت وصلت كلهم ورابع مميل وجت قلت لهم عليهم لكلهم في الستيج بتاعي وجت شاورت عليهم كلهم قلت اضغط عليهم اضغط عليهم اضغط عليهم اضغط عليهم فردهم لكلهم علي ليرز وكل واحدة باسمه شيء كويس شوف انت بقى عايز يعني اول واحدة فوقها هي دي عايز لو انت عايز تبدأ باي حاجة تانية انا هبدأ بـ وعايز بقى اشوف ازاي هقلب الصور دي بطريقة معينة ودخل فيها الـ اكشن سكريبت في انتاك اللي احنا اخدناها وانتاك ازا شوية طيب انا عايز اول حاجة اعمل زمن زمن كده وعايز احول كل واحدة فيهم لموفي كليب تمام فبقتور اول واحدة كليك يمين اقصد F8 او اقول له مثلا دي وان اقفل دي اضع على دي F8 2 3 3 4 5 6 8 ثمن صور بثمن ليرات عني جميل طب انا عايز ابدأ ازاي وعايز انتهي ازاي عايز ابدأ اللي دي تحصل لها فاد من مفيش وبعدين ابدأ اظهر لي الصورة الطبيعي طبعا لها لو جيت خدت زمن كده مثلا هتظهر لي في 20 ثانية اوكي جيت عملت F6 وجيت عملت بينهم كلاسيك توين وجيت على اول واحدة اول فرام والطول ده خليهولي ألفة خالص سفر هيبقى الافكت بتاعي كده بس خد بالك هو في حالة ما هي منتهية مش موجودة كل الصور موجودة فانا عايز اروح جاي ناقل كل ده عشان ما يظهرش لحد ما الصورة تبقى كده اعمل تست كويس ايو ده الافكت اللي انا عايز اوصله عايز اوصل ايه تاني عايز انهي الصورة يعني بدل ما هي بدل ما هي بتظهر بس لا انا عايز اخليها تستنى شوية وبعدين تروح جاية تختفي زي ما ظهرت بالظبط او بيقول له يعني في خلال الفترة مثلا لغاية 15 فرام اظهر هالي وعطيلي عليها ايز احسن ما تظهر كده وبعدين ثبت هالي شوية لغاية الاربعين اف ستة وبعدين انهي هالي من زيرو لخمستاشر خللي 15 فرام تانيين يعني الخمسة وخمسين وبعدين ايز وبعدين اخفيها لي اخر فرام هدخلته بقعه اخر فرام كده خليلي ده الفة بتاعه بزيرو جنيل هنشيل ده كله ونبدأ من الفرام ده يبقى هو هيعمل لي تست اظهر هالي شوية وبعدين هيبدأ يظهر لي اللي بعده وهكذا بنافس الطريقة بالضبط ناخد 15 فرام اف ستة بين الخمستاشر والاربعين عشان يبقى بس كل المسافات واحدة حوالي 25 فرام هنزود 25 على السبعين للأبطر السبعين خمسة وعشرين هده بقى 95 نيجي هنا اف ستة نسيب 15 ما هي عشرة وانيجي نعمل كلاسك توين وهنا كلاسك توين وهنا كلاسك توين ونحبط الإيز وهنا طبعا هتبدأ وهي مختفية بالالفا بالالفا بزيرو اه نقفل اللير افتح اللير ونمسك كده بالالفا زيرو وهنا هتبقى برضو الالفا زيرو تمام هو ما ظهرتش يمكن عشان يمكن الصور دي عكستها شوية او ظهرت في نفس الوقت فاخيرا هنخلص السلايدر كله وبعدين نبدأ نعمل نزود بقى مسافات زي ما انا عايز وبنافس السيكونس ده هتبدأ تشتغل انا هفصل التسجيل انت هتعمل الكلام ده وانا هشتغل تاني او هشغل التسجيل تاني بعد ما خلصه تكون انت برضو خلصت عشان وقت المحاضرة نرجع تاني انا كده خلصت منظر البروجيكت بتاعي كده لانه يبادئ من فوق فهو اخدلي خلصلي عند الفرايم مثلا رقم 55 وبعدين السلايدر اللي بعده اللي بعده يسلم دعرته يعني الاول يسلم التاني التالت والتاني يسلم التالت بالشكل ده هو يمكن سريع شوية دي النتيجة لو حبيت تقلل السرعة شوية تعالى مثلا على فرايم واحد من دول بس خد كل الفرايمات زود مثلا خمسة يعني خمس مرات ف خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ونفس الطريقة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة منذ اثنين تلاتة اولى انتقال انتظر 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 نشوف يعني بقى أحسن شوية طيب عايزين نعمل إيه تاني عايزين مثلا نحط هنا هم كان صورة حوالي 7 أو 8 بطنز تحت بحيث لما أضغط على كل بطن من دول يوديني على الصورة بتاعته على طول طيب هنعرف إزاي نعملها هنعمل لير لوحدها فوق خالص بقى عشان البطنز تكون ظهرة فوق الصور كلها فهنسميها بوزومز وهنجي على أول لير أو أول فرام في اللير وهنبدأ نبني البطنز بتاعتنا بالدوير ونخلي لها ستروك ستروك مثلا عشان يبقى أبين خليه أسود والدايرة هتكون اللون ده ونجي نعمل مثلا كده مثلا كويس هنجي نحوله بـ 8 لبطن وهنسميه ون مسلا بطن ون أه بقولك ون موجود موجود فين آه تمام خلاص نخليه مثلا وليكن مثلا أي اسم ونخليه بطن ونبدأ نعمل منه نسخ ونعمل حركة كده تقوله دوبليكيت يبقى ده هنقول مثلا سيمبل تو نفس الطريقة ثابت 5 6 وديها تكون السبعة 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 21 22 22 22 22 23 23 27 27 28 28 29 29 29 30 30 21 22 22 22 23 24 24 25 25 22 23 25 23 27 29 29 عملت عدتهم بوتن وبعدين دخلت في كل واحدة الانستان ثنين بتاعتي عشان تبقى جاهزة للأكشن سكريبت اللي انا عايزه ايه اللي انا عايز اقوله لما اضغط على رقم واحد واديني على الفرام رقم واحد ولما اضغط على الرقم اثنين واديني على الفرام مين اللي هو ستين اللي هو رقم اثنين خلينا اقول لك بقى حاجة فنية قوي امكان انا شرحتها في كورس ترجمة الاستوانات تعليمية اللي هي لين ده على الموقع على جي افي اكس اكادي ووتنت شرحت التكتيج ده اعمل لير وسميها لابلز اللي بولز دي هاضغط كده على اول واحد طبعا ده بلانكي كفريم هتبص تلاقي هنا في حاجة اسمها ليب والظهرت لك هنا نيم خبص اقول له فرست هيظهر لك الكلمة هنا وعليها علم كده بقول له ايه لما اضغط على ده روح لي على الفرست الفرست بقى سواء كان هنا 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 نقلته في اي حتة في الدنيا هيجيبهولي زي ما هو ودي احسن بدل ما تكتب رقم الفرامات وتتابع لك انسرت بلانكي فريم وسميها ساكند نفس الحكاية ثرد بلانكي فريم فورث نفس الحكاية نفس الحكاية نفس الحكاية هتبص تلاقي هنا في لير واحدة ليل بولز كلها في لير واحدة ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية وأقول له أضغط عليه هنا الضغطة هتبص ليه روح جايب جايب لي أول فريم وبعدين إيه بعدين يبتدي يعرض فنعايزه إيه مش يستوب بقى بلاي يبقى بضغط على الأبجيكت زي أنا عايزه وبعدين click to go to frame and play double click اختار اخترتها مرتين هنا باجي هنا نزلي أهو بروح جايب ليه go to and play frame 5 هو default بتاعك اللي هو هيروح لك على frame 5 وإيه رقم 5 ده ده رقم الفريم ويشتغل لأ أنا هحمل كده إيه طبي الcutition اللي هي بشيفته عرامة الطه أو حرف الطه على الكيبورد وروح جايب ليه اسم الليبل أول حاجة مين اللي هو first يبقى نفس الطريقة كده بنفس sequence للزرار كلها باجي على أول على ثاني واحد بضغط عليه ويجي نفس الأمر double click بيبص ليه لي إيه نزلي على slide 2 أهي الأولان يمين slide 1 بعدين slide 2 وبقول لك برضو نفس الحكاية double click وقل له second ثالث طبعا ليه ليه الكوتيشن دي الكوتيشن دي علشان أنا بكتب جوه الكوتيشن دايما كلام كلمة فلازم حتى هي بتبقى معاملك بالأخضر كده double كوتيشن دايما بينهم string أو كلام 22 ثالث خض بالك انه لازم تكتب بالظبط نفس السبين قد Three الآخر وما ن operations ثالث إرسال سمول يبقى سمول فرص واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ففزة ثلاثة اربعة خمسة ستة بابلتك ثلاثين 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 اخر واحد ثلاثين ثلاثين تعال نعمل ونشوف الموضوع بقى زي اذا اروح لقم تمانية ثلاثين 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 الكواليت بتاعها مسلا خمسين قليل ايه الكواليت بتاعها عادي فممكن نخليه ماشي لو اربعين مش هقول لي مش هعمل لي مشكلة برضو. اربعين رسلك كويس تعاني اعمل تست واعنينا على حجب نزلي الكام يا ده نزلي بطريقة جامدة او ثمانية وتسعين واثنين من عشر انا شايف ان الصور بدأت يعني يمكن تبكسل شوية الصور بدأت تبكسل شوية خليها نرفع شوية لغاية خمسين زي ما كان الصور بتاعتنا بقى انا كان على تست اما مزود لخمسين بتحسن شوية كويس تست كويس وكان قبلها ثمانية وتسعين دي كانت السيكونس اللي نشغلين بها ممكن كمان نعمل حاجة برضو لزيزة بحيث ان المربع يطلع وفيه الكلام اللي على الصورة هنا تمام على كل صورة تعال بقى نشوف الموضوع هذا ازاي هنيجي نعمل لير تحت البوتون هنعمل لير تحت البوتون وبعدين هنسميها مثلا انت وهنيجي على ده ما فيش استروك مش عليش استروك خالص وهنيجي هنخلي مثلا خلي اسود ونخلي الاسود خمسين في المية عشان يبقى شوية شفاف يعني شوية فالنص وتحت يمين يبقى انا ممكن اطلع ده فوق وتحت زي ما انا عايز وبدأ اكتب عليه طيب ازاي نشوف كده ايضغط عليه وبعدين F8 وهخليه موفيكليب وهخليه ده hint سكوير مثلا او مربع او ريكتانجل اي حاجة زي ما انت عايز وهخليه مثلا هاجي عند طبعا هيبدأ من هنا من بعد ما الصورة تبدأ هيبدأ تيطلع فهاجي هنا مثلا هيطلع لي مثلا في قد كده من الفرامات F6 وبعدين ويطلع سريع هيبقى سريع شوية F6 وبعدين يبدأ ينزل هنا طيب يبقى انا البداية بتاعته هنا روح جاي يمسك transform tool او من Q روح جاي واخد البيفوت دي منزلها تحت ومنزل ده خليه مصفره خالص كده تمام ورح جاي اعمل classic ورح جاي واخد الاس بتاعتي بالشكل ده تعال نشوف الحركة كده بقى الحركة هتنفعش خالص ايه اللي فموسة ده 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 البيفوت بتاعه تحت عشان شايف بزودة الحركة كده وبعدين نعكس الحركة بطريقة ممكن اعملها طريقة ذكية وممكن روح جايين كده واخدين ده كله الفرامين وكل اللي بينهم روح جايين له مثلا cup frame وروح جاي دول انا مش عايز دول هقول له clear keyframes وروح جاي هنا واقول له best frames وروح جاي التاني ضغط عليه وروح جاي كليكي من اقول له reverse frames هيعكس لي بقى عكس الحركة هنشوف يبقى بنفس الطريقة بالزبط بالزبط ده نعمل هاخد بقى ده كله كده اختصان الوقت كبى فريمز وروح على second بقى بدايتي هنا وروح اقل له best frames هروح على third بعد ما بتظهر نفس اللير best frames ثو على ودي الاخيرة هتكون بيست فرينز بالشكل طبعا نعمل لي فراماتك زيادة عايز اشيل كل ده شفت اف خمسة يبقى عندك حاجزكي طبعا ممكن تقدر تتحكم في التوقيت بتاعه عن طريق زي ما احنا قلنا انك تكبر شوية الفرامات ممكن اجي هنا مثلا تاني في النص وكده واجي اخذ له مثلا عشرة فرامات يعني خليني مسلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اتسبعة اتسا عشرة انا ليه اخترت الحتة اللي في النص دي علشان الحتة اللي في النص دي اللي بين المربع ما بينزل وبيطلع علشان يبقى فيه فترة بس يعني سكون شوية دي اشتركوا في القناة اخلصت اتمم على الفرامات اروح على اخر واحد ونظبطوا كده تعال نبص بس بقى كده ونعمل بلاي او تست طبعا السرعة انت حاك فيه زي ما انت عايز ممكن طبعا تيجي هنا مسلا فوق الهندس فوق الهندس وتعمل ليه ارة تانية وتسميها تكست وتكتب اللي انت عايزه بقى في تكست في اللير دي تيجي هنا مسلا وتقول له هنا بلانك فريم وتكتب اللي انت عايزه يبقى الابيض تكتب اللي انت عايزه بالانجليزي او بالعربي دي انت عايزه تمام ايدي önوان وايدي مثلا اختار الخط تخليه 14 وبي اختار مسلا تحده مسلا اுدوا مسلا جيس في الكست اكادمي كبيرة من صغير شاي كبير شاي عشرة خذر اتنين دول وخليهم بسوا بعض كويس بحاجة زي كده وكمان ممكن نغير دي ونقول اللون ده بنفس الطريقة بالزبط نظهر لك وعين نظهر لك الكلام طبعا اول ما بيبدأ ينزل هتنفوض الكلام ده بانته فقط راح جاي عامل هنسرت بلانكي فريم هنا اول ما بيبدأ ينزل وبنفس السيكونز بالزبط بعد كده انا هزود فريمات وزبط الوقت هفصل شوية وبعدين ارجعتين زودت عشر فريمات بين المربعات نشوف نشوف وهو كمان عن طريق مسلا تقلل عدد الفريم ريت يعني قشين مسلا انت كده انت كده بيجيب من الاخر يعني لو انت اشتغلت على الفريم ريت يبقى انت كده بتزبط الموفي ككل 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 تمام؟ زبط انت بقى الكلام هحط مثلا هنا شوية كلام برضو هنا بيظهر لي هنا اقول له بلانك اقول له مثلا اقول له مثلا طبعا الراعي ان يكون دائما الخط كله واحد بمقسات واحدة ما تنسجلي يعني مثلا الخط ده كام؟ ونوعه ايه؟ 22 ونوعه ته خلاص؟ بنفس الخط تروح جاي هنا تروح جاي الو ده 22 وبنفس الخط واخدين نسخة تحت ومصغرنها لكانية عشرة ولو ما عجبكش مثلا يبقى كده مثلا هاخد بس تشان الوقت بحيث ان اعمل الشكل العام قد تشان الو دول الغد كنترول ف كنترول Z ونيجي هنا ما بيبدأ بلانكي فريم وهكذا لغاية الآخر أتمنى أن أنا أكون قدرت أوصل المعلومة في السلايدر البسيط ده هو مشهور قوي الطريقة دي على الوبات حاول تطبق كويس جدا وحاول ما تعرضش علي دايما أعمالك إلا ما تكون فأحسن ما يكون ودايما حاول ما تعرضش أي عمل لك إلا فعلا يكون ده يعني هتأخرج فيه يعني ده يكون أخرج خالص وأحسن حاجة لك وفعلا أنت حاسن هو هينول إعجابي لقدامك طبق وأنا موجود إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته